اما بالنسبة ليه طبعا صار سمير او البطل صار سمير احنا النهاردة بنستخدم الاسماء ولكن مع حفظ الالقاب ليهم الكباتن والابطال طبعا هي قدرت انها تحقق فضية رفع الاسخار قبل كده في اولمبيات باريس او قدرت يعني خلاص من كام يوم بعد رفع اجمالي 268 كيلو جرام هي حققت قبل كده برونزية اولمبيات ريو سنة 2016 عشان ترجع بارح وتحقق الفضية وتفرح الشعب المصري كله وتكون تالت ميدالية لمصر في اولمبيات باريس بعد برونزية محمد السيد وذهبية احمد الجندي الابطال طبعا اللي كلمنا عنهم بعد ما فازت سارة زي معقولة كده يعني حكت الموقف وانه يكون هي عندها احساس انها كان والدها يكون حاضر الاحساس انها يكون الدهب مش تكون الفضة ولا البرونز فبالتأكيد كان موقف مهم جدا من الدكتور اشرف صبحي زي ما احنا شايفين على الشاشة وانه يدعمها وفعلا يعني بالتأكيد مهم جدا فكرة الدعم النفسي وده اللي اتكلمنا عنه اكتر من مرة مع بداية حتى الولمبيات وقلنا ان الدعم النفسي مهم جدا لأفراد البعثة سواء من القائمين على البعثة اللي معاهم هناك في باريس بداية من سيد وزير الشباب ورياضة لحد بعد كده كل حد مسؤول عن البعثة في الالعاب المختلفة والدعم النفسي من الشعب برضو كمان لان بالتأكيد هم بشكلة وباخر يعني بيشوفوا ده او بيطلعوا على ده ممكن يكونوا بيشوفوا البستات وغيرها من الحاجات اللي الناس بتنزلها فده بيفرق معهم جدا في موضوع نفسيتهم وبالتأكيد يعني لما اهدت البطلة سارة سمير الميدالية لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ده برضو كان شيء جامل جدا من سارة لان فعلا الدولة بترعى المواهب اللي احنا شايفينها والحمد لله شايفين الحصاد واحد طبعا من احلام سارة انها يعني يكون لها تحقيق ان شاء الله للميدالية الدهب يا رب كلنا بندعي لك وكل الابطال وكل الابطال يعني ما توفقوش ان هم يحصلوا على ميداليات هو بس حزنها الشديد ده يعني الحقيقة كأنها ما فازتش وهي دلوقتي يعني محقق رقم كبير جدا ومحقق نتيجة مميزة جدا فحزنها ده واحساسها يعني مش قادرة تفرح يعني الواحد صعبان على دموها دي قوي يعني فبس هو ده اندل على شيء يدل على قد ايه هي تابت قوي قد ايه كان عندها هدف واسرار وعزيمة انها توصل لانجاز هي رسمية قدام عينيها وتحقق حلم هي بتحلم به ما تزعليش وانتي بطلة وهتفضلي بطلة والمرة اللي جاية ان شاء الله تحققي حلمك ويظل نجاحك فكرة اصلا ان انتو مستمرين سواء سارة سمير او كابتن احمد الجندي مستمرين في نجاحكو وتقدروا على مدى دورتين للأولمبياد تحققوا نجاح وتكتبوا اسموكو بالطريقة دي ده قمة السعادة والله لو كنت جبتي برونزية كمان وتدرج للأفضل هو كان موجود ياخد فضية ياخد برونزية المرة اللي بعدها ياخد الدهب